أهلا بكم من جديد طرحت وزارة ري المصرية قانونا داخل البرلمان لحماية مجرى نهر النيل وعدم تبديد وإهدار الموارد المائية ووفق الوزارة فإن الهدف من القانون تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين وكذلك حظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز للكميات المقررة قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر يتضمن 131 مادة موزعة على عشرة أبواب يستهدف تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على الاستخدامات والمنتفعين يهدف القانون لتحسين إدارة استثمار الموارد المائية وعدم هدرها يحضر القانون جميع الأعمال التي من شأنها تبديد الموارد المائية وإعاقة سير المياه والردم بالمجاري من بنود القانون حماية مجرى نهر النيل وجسوره والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية والتعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية فضلا عن إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا استوفت الشروط المطلوبة ومن أهداف القانون استحداث أو تجديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية للحديث أكثر ينضم علينا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والتربية في جامعة القاهرة أهلا بك دكتور معنا في ألوان الشرق لليوم لنتحدث عن أهمية هذا القانون بداية دكتور أهلا بحضرتك إفانديم أنا أستاذ المياه والتربة هو القانون فعلا قدم إلى مجلس الشعب المصري أو البرلمان بالمسمى الجديد تمهيدا لمناقشته هذا الأسبوع وكما جاء في التقرير هو قانون كبير بيدم 131 مادة يقع في 49 صفحة يتضمن أبواب عن تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدامات ومنع الإهضار وبابا أيضا لحماية الشواطئ خاصة أن مصر معرضة لارتفاع سطح البحر المتوسط وضرب تغيرات المناخ لمساحات من الأراضي الزراعية في الدلتا وأيضا الموارد المائية وبالتالي الغرض من القانون هو أولا حماية مجرى النيل وتحديد زمام لضفطي النهر بـ 80 متر بعيدا عن ضفطي النهر لا يمكن البناء عليها وفي حالة وجود أي تعديات ينبغي إزالتها في بحيرة ناصر امتد الزمام إلى 200 متر في الشواطئ المصرية جرم تجريف الرمال أو سحب الصباط الأسمنتية تعريف للمصارف تعريف للطرع روابط مستخدم المياه المنتفعين بالمياه في الأراضي الاستصلاح الجديدة أيضا ضمها القانون كان لافتا أيضا أن بعض مواد القانون تتحدث عن عقوبات في حال التعدي على مجرى نهر النيل لما يمثله من أهمية ماذا حول هذا الأمر؟ تطرق أيضا لاستخدام مياه السيول في الأودية والتي تشهد سيول في فترات من العام كيف أيضا يتم استخدام هذه المياه؟ تعديات على مجرى نهر النيل بيشمل عدة صور صور مثلا البناء على ضفتين نهر دون ترقيص في كثير من المحافظات أقيم عدد من المقاهي والكافيهات مباشرة على النهر للانتفاع طبعا بهذا المنظر دون أي عقود مع وزارة الرأي أو تصريحات وده طبعا بيعمل على تلوص النهر بالإضافة إلى أنه له تدعوياته أيضا على التلوص وعلى غيره هذه نوع من التعديات نوع تاني أنه بعض المزارع الواقعة على مجرى الترع بتقوم بتوصيل مواسير غير قانونية بشكل غير شرعي وهي غير محدد لها حصة مائية من مياه نهر النيل وتقوم بسحب المياه من الترع وده بالتالي بيأثر على المزارعين الموجودين في نهاية زمام الترع لا يجدون المياه تصل إليهم بسبب سرقة البعض للمياه الموجودة في الترع البعض الآخر أيضا يقوم بحفر أبار غير قانونية ويقوم باستنزاف واستهلاك كميات كبيرة وسحب جائر من المياه الجوفية غير المتجددة كما حدث مثلا في طريق القاهرة السكندرية الصحراوي من الكيلو 54 وحتى منطقة الرئيس تهوس عند الكيلو 105 كلها نضبط منها المياه الجوفية بسبب السحب الجائر وطلبوا توصيل من مياه نهر النيل فأيضا القانون حدد كميات السحب وينبغي أن كل بير يكون له تصريح مدته خمس سنوات ويجدد كل خمس سنوات تحدد له وزارة الرئي كمية المياه التي ينبغي أن يسحبها المساحة العظمى التي ينبغي أن يرويها هذا البئر ولا ينبغي تجاوزه إذا كانت خمسين فدان مئة فدان كل منطقة وبالتالي هو أيضا حسم المياه الجوفية بجانب مياه نهر النيل انتشر على مواقع تواصل اجتماعي إلزام الفلاحين في هذا القانون بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل استخدام مكينات رفع المياه للأراضي الزراعية هل أكد القانون تلك النقطة والتي تخصه شريحة كبيرة من المصريين نعم أكد هذه النقطة قال أن كل المكينات أو ترمبات الرأي لمنع الترمبات غير الشرعية بتأخذ تصريح مدته خمس سنوات بالسحب الرسوم خمسة آلاف جنيه وتجدد بنصف هذه القيمة طبعا دي ممكن أن ينظر بها في البرلمان في المناقشات ممكن تخفض المبلغ وممكن تسأل لماذا هذه الضريبة خاصة أنه لرفع المياه من الترع إلى الأراضي ينبغي استخدام هذه المكينات وهي ليس طرف وإنما أيضا تجريم استخدام الجزء غير القانوني ومصادرته إذن هو لسه مزال مقترح قانونا لم يعتمد ولم ينشر في الجريدة الرسمية ومن حق نواب المجلس في هذا الأسبوع عنده مناقشته تعديل العديد من البنود خاصة أنه زي ما قلت لحضرتك هو بيحتوي على 131 بند وبيقع في 49 صفحة قانون كبير بيمسك المياه الجوفية بيمسك نهر النيل بحيرة ناصر مخرات السيول والبناء عليها والتسبب في تجريف القرى أو أن المياه السيول تهاجم القرى فيما يتعلق بمياه السيول أعود لي سؤالي أعود لي سؤالي أن القانون تطرق لاستخدام مياه السيول في الأودية والتي تشهد سيول في فترات من العام كيف سيتم استخدام هذه المياه بحاجة للتوضيح هذه النقطة هي مياه السيول لها عدة مناطق إذا كانت واقعة في نطاق الوادي والدلتة فتنتهي بها المصار إلى نهر النيل أما إذا كانت تقع في الصحاري وأغلبها في الصحاري مثلا على شاطئ البحر الأحمر في رأس غارب وحصل فيها سيول من عامين كانت مدمرة في جنوب سيناء ووسط سيناء في مرسى مطروح وفي كل الصحاري بتقوم مزارة الرأي المصرية بعمل بحيرات صناعية أو أبار لتخزين هذه المياه أو ما نسميه مصائد الأمطار وهذه المياه تخزن في موسم الوفرة المائية وموسم الأمطار ليستخدمها المستخدمين سواء كمياه شرب أو كمياه زراعة في غير مواسم الأمطار أي في شهور الصفة الحارة وهذا يستلزم تنظيم لاستخدام هذه المياه خاصة أن منظمة الأغذية والزراعة بتقدر مياه السيول على مصر بأنها تقارب حسة مصر من مية النيل حوالي 50 مليار متر ومكعب غير مستغلة وبالتالي أقمنا عدة بحيرات صناعية وأقمنا أيضا بيارات وسائل لتخزين هذه المياه الأمطار ومصائد الأمطار وسدود في سيناء زي سد الروافعة ثم بعد انتهاء موسم الأمطار يتم بقى ما نسميه الحيز الزماني والمكاني المكاني أي نقل المياه من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى والزماني استخدامها في زمن الجفاف بعد أن تنتهي موسم الأمطار كل هذا تطلب تصريح وموافقة ومعرفة لوزارة الرأي بهذه التصرفات وأن تعطي لكل مقدم طلب حسة معينة لا يتعداها حتى لا يجور البعض على الآخر مثلا في سيناء هناك مزارع خوخ هناك سعوبات زراعية هناك مزارع للخضروات والفاكهة فكل يريد تصريح باستخدام مياه السيول لأن مياه الأبار في هذه المنطقة عالية الملوحة ولا تصلح طول العام للاستخدام فبالتالي هنا يستلزم وجود ممثل للدولة ممثل في وزارة الرأي ليعطي تصريحا لاستخدام مياه السيول المخزنة في البحيرات الصناعية وفي البيارات إلى المزارعين لاستخدامها في رأي مزارعهم أو حتى لاستخدامها كمياه شرب إلى أي مدى يساعد هذا القانون مصر في المشروعات التي تقيمها للتوسع في مصادر المياه بالحفاظ والالتزام في نفس الوقت بمصدر مياه النيل هذه أيضا نقطة مهمة هو القانون بيستهجف ثلاث نقاط أولا تنمية الموارد المائية المصرية ثانيا ترشيد الاستخدامات ثالثا منع الإهضار في منع الإهضار مثلا ضرب مثال بتبطين الترعب المسامية كلها المكونة من طمي النيل ودي بتصرب كميات كبيرة من المياه وتهدر نحو من 25 إلى 35% من المياه التي تضخ بها قبل وصولها إلى مستخدميها فهنا تبطين هذه الترعب الأسمنت هيمنع إهضار المياه وربما تحويل البعض إلى مواسير يمنع تماما لا البخر ولا التصرب من خلال مسامية التربا ده الجزء بتعمنع الإهضار تنمية الموارد بتشمل أبواب عن تحلية مياه البحر والكمية المقدرة لهذا الموضوع والجهات المستفيدة منها سواء الصناعة أو الاستخدامات المنزلية حيث أنها غير اقتصادية في الزراعة ثم تنمية الموارد أيضا اللي داخل منها تنمية مياه البحر ثم ترشيد الاستخدامات بمعنى أن القانون مثلا بيشمل تحديد مساحات زراعة الأرز كمحصول مستنزف للمياه أو عالي استهلاك للمياه أيضا عدم التوسع في زراعات قصب السكر إلا بتصريح من وزارة لأن فدان قصب السكر بيستهلك ثلاث أضعاف فدان بنجر السكر فينبغي لدولة فقيرة في المياه مثل مصر وتعاني من النضرة المئية أن تزرع البنجر بدلا من السكر في التوسعات القادمة وليس ما هو قائم حاليا وبالتالي نظم أيضا في استخدامات الترشيد بعض المقترحات لإعادة هيكلة السياسة الزراعية المصرية لترشيد استخدامات المياه مثلا بالتوافق مع وزارة الزراعة على الترع اللي داخل الحقول بنسميها المسأة والمروة دي غير الترع دي بتبقى داخل الحقول نفسها ومسؤول عنها الفلاح ومسؤول عنها الإدارة المحلية أو وزارة الزراعة هل يمكن أيضا تحولها إلى أسمنت وموسير كل ذا كله لترشيد الاستخدامات نعم طيب لنتحدث عن الأمن المائي المصري بشكل عام إلى أي مدى سيخدم هذا القانون ملف الأمن المائي نعلم أن هناك مشاكل فيما يتعلق بسد النهضة وإثيوبيا وهذه المواضيع المتعلقة بالأمن بشكل عام كيف أيضا ممكن أن تنعكس على الاقتصاد هل سيخدم هذا الملف طبعا لأنه إحنا كنا أن إحنا دولة شح مائي ودولة فقر مائي ولسنا دولة وفرة مائية لذلك كان ينبغي وضع قانون للحفاظ على المياه وتنميتها ومنع إهضارها ونظرة لأن مصر بتعاني حاليا عجزا مائيا صافيا مقدار 22 مليار متر مكعب كل سنة عجز في الموارد المائية بعد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات ولو لعدم استخدام مياه مخلفات الصرف الزراعي والصناعي والصحي في الرئيس والمعالج أو غير معالج لزادت الفجوة المائية المصرية إلى عجز 42 مليار بعد استخدام مياه المخلفات نقص العجز إلى 22 مليار وهو أيضا حجم كبير للغاية إذن نحن ينبغي أن نعول على كل قطرة مياه قائمة مصر السنة دي مثلا أنشأت سبع محطات لتحلية مياه البحر وزادت إنتاجها من 100 مليون إلى مليار متر مكعب ومستهدف في عام 2030 أن نصل إلى 3 مليار ثم 5 مليار متر مكعب تحلية في عام 2050 دي تنمية للموارد تحسوبا لتدعيات سد النهضة اللي متوقع أن ينقص الحسة المائية المصرية والسودانية معا من 10 إلى 12 مليار متر مكعب نقتصمها مع السودان إذن مصر ينبغي أن توفر هذا القدر الذي سيحتاجه السد الإسيوبي بأنها تنمي مواردها بنفس القدر وهذا ما تعمل عليه مصر من تبطين الطرع أو تحليق نها البحر أو ترشيد الاستخدامات أو تنمي السياسة شكرا لك الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والتربية في جامعة القاهرة كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك